طيب برضو كان طبعا حضراتكم فاكرين الطفل برضو روماني حافز اللي كان في منطقة السيل الجديد بأسوان واللي كلنا فاكرين الفيديو ده وبردو من وقتها وإحنا كنا عايزين نتواصل مع حد من أهله عشان نعرف في التفاصيل هل هو استهداف لروماني كان لمجرد أنه يعني ماشي في الشارع كده في وقت متأخر ولا كان في حد مثلا بيهددهم ولا إيه صحة الأمور دي كلها وإيه بنحاول نتواصل مع والدته عشان برضو تفهمنا طبعا الفيديو كان مثير جدا زي ما انتوا شايفين كده ولافت للنظر ولكن ربنا نجيه أعتقد معينا دلوقتي والدة الطفل روماني حافز أهلا بحضرتك سيدة جمالات أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور أمانا أهلا بحضرتك الحمد لله نشكر ربنا أنه روماني نجى بس إحنا عايزين نفهم من حضرتك إش معنى روماني بالذات هل كان في حاجة معينة يعني أدينا تفاصيل أكتر يعني ولا في خطر في المنطقة دي أساسا ولا إيه ولا إيه كان نا هو منطقتنا عامنا إحنا منطقتنا عامنا وما فيش أي خاطر وما لنشأ أداول أي حدا طي بس اليوم دي آه اليوم دي كان يوم الروس اليوم الخنيف بالليل كان يراجع هو وباباه من الشغل أيوة وبعد كده روماني جابل ما ينصل البيت بشوية نزجي جيب أكل ليه وأبوه كمل وروح أبوه وهو اتخلف آه فهو آآ روماني بعد بينه وبين أبوه يعني فيش عفر دقائب جيب سدخل الشارع مفيش خمسين متر من دخول الشارع دي كانا دخل وراه توك توك آآ أم طانبوا على الحرب آآ نزلوا منه اثنين بعد يضربوا فيه حاولوا يدخلوا روماني جوا الـ توك توك فالمحاولة استعيدهم فرشلت الحمد لله وروماني صدهم وروماني صدهم وفي روماني صدق يعني بقد يقولوا لدحاجوني لدحاجوني ربنا قرموا بأثنين في الشرق العمور مع الديين حوادوا في الشرق كده يشوفوا إيه نجوا الثنين ده الخمات يحاولوا دخلوا روماني التكتك فأول ما شافوا الرجالة ده اللي دخلوا دخلوا بسرقة تكتك ويجري طيب روماني عنده كم سنة؟ عنده كم سنة أستاذ جمالات؟ روماني عنده 16 سنة تمام والحمد لله أنه قدر يقاوم بصراحة يعني الحمد لله طيب عرفتوا طيب يا أستاذة جمالات أنا عايزة أسألك معلش طيب عرفتوا إيه الفكرة يعني دول كانوا عايزين إيه وإنه واضح إن أنت أسرة بسيطة وإنه روماني حتى الكيس اللي كان مسكوا يعني زي ما أنت بتقولي أكل فكان إيه هدفهم؟ عرفتوا إيه الهدف يعني أو ليه كده؟ أستاذ جيني ما عارفنا إيه ده هماتي إيه عايزين وإيه هدفهم منهم يغض روماني ما عارفش إنه هم كان فيه كاميرات جدام المواتبة بس الضبط اللي كان بيهاجموا فيه هرماني فإحنا لما عارفنا فيه كاميرات رحنا بلغنا ديه المباحث فرغ الكاميرات وعمل الإجراءات اللازمة وبسنفس الليلة بالليل بعدنا الحج بالفاجر آآ ودوه تاني يوم برضي آآ زودوا الشاشة الكاميرات وأخذ الكاميرات وقالوا هنحاولوا أنديبوا الزناع بس إنه إنه نهار ده آآ 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 26 زائن نهار ده 26 يوم المباحة لها 14 يورو ما فيش أي أخبار من الزناع ما فيش أي أخبار من إيه؟ ما فيش الزناع الحج الوقتي الهكومة آآ ما ما فكيفهمش هو ما هو للأسف موضوع التوكتوك ده حتى لما بيجي يسرق أو بيعمل أي حاجة أو يخطف ما بيبقاش فيه أرقام ولا حد بيستدل عليهم إلا بقى لو روماني طبعاً لدينك تظلم شوية وهل روماني برضو يقدر يعرف أشكاله وشكلهم يبلغ عن شكلهم يعملوا يوقفوا الفيديو صواره مواضحة جداً في الفيديو وفيه حنات كثيرة زي كده من خلال الفيديو بيجيبوا الزناع تمام تمام روماني نشكر ربنا أني في الفيديو متصور الحمد لله والحاد للوقت ما فيش أي أخبار وأن أناشي للحكومة المصرية تستهين بالزناع وكل اللي بيقض في الأطفال علشان يرعبوا المواطنين الآمنين أناشي للحكومة المصرية إنهم تستهين بكل الخاصة فين دون تمام والمفروض أنه كده برضو من خلال المقطع الفيديو يحاولوا يشوفوا صوارهم وينشروا برضو بيانات عنهم ويكتبوا أن هم مطلوبين طبعاً لأنه يعني نشكر ربنا أنه هو ربنا نجاوة لكن لازم الموضوع ده يحصل من قبل الشرطة ومش عارفين بصراحة ليه التقصير ده يعني إذا حفاظاً على أي أطفال تانية تمام عندك حق النهاردة النهاردة ربنا نجي ابني بكرة يمسكوا الطفل أصغر يخضوه ما يقف ممكن فيه كاميرات وممكن يخضو الطفل ما يقفوش عنهم حاجة فأنا أشيد كل المسؤولين والحكومة في الأطوات أنا أشيد ما بقينا تستهين بموضوع روماني وموضوع العيان اللي كانوا هيخضوا روماني ده طب روماني بيشتغل إنتي قلت في أول المكالمة أنه هو كان بيشتغل هو والده روماني 16 سنة هل بيدرس ولا بس بيشتغل؟ لا هو كان مع أبوه في الشغل في دوره أجل لكن هو في المدرسة؟ آه ما إحنا في أجازة دلوقت أيه يعني هو في سنة كام؟ هو في 3 أجازة طب ربنا يحميه وربنا يخليهولك والحمد لله ربنا أنقذه والحقيقة هو روماني بطل يعني زي بنقول بطل روماني كده ففعلا يعني نشكر ربنا أنه هو قادر يقاوم اللي كانوا هيخطفوا يعني بجد وأكيد دي قوة من عند ربنا ربنا يخليه لك روماني وكل الأسرة وبنشكرك جدا أن أنت تواصلت معنا عن نداء يعني بناء على النداء اللي احنا قلناه علشان عايزين أسرة روماني ونعرف كل المواضيع وبالناشد مدرية أمن أسوان أنه يجب نشر صور هؤلاء والتحذير وأنه يكون فيه برضو الكاميرات في كل مكان وفي نفس الوقت طبعا برضو ياريت ما يبقاش فيه تأخير لعودة الأطفال وهم لوحديهم يعني روماني راجل ولكن زي ما بنقول دي برضو معجزا أن ربنا أنقذ وبشكرك جدا مدام جمالات ربنا يخليك شكرا خدنا بركة كبيرة الحقيقة يعني احنا فخورين بحضراتك وبتربيتك وبروماني والحمد لله أن ربنا أنقذوا ونتمنى إن شاء الله أن يعني يكون فيه خطوات أيضا من قبل مدرية أمن أسوان طيب دي كنت